تحياتي المجد الكروي الأسطورة بطل كأس العالم اللاعب اللي أعطى بلاده كل شي اللاعب اللي بيعتقده البرازيليين إنه أفضل من بيلي جاريشيا كل ذلك كل هذا الألقاب كل هذه الإنجازات ما منعته يموت فقير مش لاقي حق الدواء مدمن كحول ويدفن في قبر كل من زاره بيقوله مستحيل تعرف إنه هذا القبر كان قبر نجم قبر خديم متهدم حتى لحظتنا هذه دون أي عناية قصة غاريشيا بيعرفها كل اللاعبين البرازيليين لكن اليوم قصتنا مش عنه قصتنا على اللاعب ثاني ربما يكون فهم القصة قبل غيره أوسكار البرازيلي فأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكار وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها في عام 1991 ولد طفل اسمه أوسكار دوسانتوس جونيور أو اللي احنا منسميه أوسكار وعشان نفهم نهاية أوسكار وقراره النهائي وبدون ما نحكم عليه ونستعجل عليه بالأحكام لازم نفهم اللي مرق فيه كإنسان وكلاعب كرة قدم فربما بعد ما نسمع قصته نبطل نوصفه باللاعب اللي باع كرة القدم نبطل نوصفه باللاعب اللي استغنى عن مسيرته الكروية ربما نوصفه بأنه نتيجة طبيعية لظروف مر فيها التحقوا عمره سبع سنين في أكاديمية نادي اسمها اللاعب لفت الانتباه الأنديل أكبر في المنطقة بلاش يدوروا عليه شو هاللاعب اللي بحكوا عنه ضفن في البرازيل عنده قدرات تقنية عالية كشافين ساوباولو بيضغطوا على ناديهم يتعاقدوا معه ما بين عمره 12 ل 13 سنة كان عم بيضبط أموره عشان ينتقل لنادي ساوباولو ويلتحق بأكاديميتهم أربع سنين بعد التحاقه بيساوباولو بيصير عمره 17 سنة وبيلعب مباراة أساسي مباراة مهمة جدا مع الفريق الأول في كأس سود أمريكانا في الدورة التمهيدي في تلك البطولة بيلعب ضد أتلاتك باربارنسي في لقاء العود وبيلعب 90 دقيقة كاملة وبتنتهي اللقاء بالتعادل ولقاء الذهاب بالتعادل فبروحوا على ركلات الترجيح فبتقدم أوسكار ليسدد الركل الرابعة وبضيحها وبعدها كمل السن كلها لاعب احتياطي ما بدأ ولا لقاء أساسي لكن في الموسم الثاني أثبت نفسه باع نفسه كلاعب ممتاز وهناك صارت مفاجأة اللاعب بيقرر ما يكمل مع فريقه وبدون مقدمات بيطلعوا كلا أعماله بيقولوا نادي ساوباولو مش عم بيدفعلوا رواتبه اللاعب يعتبر عقده لاغي قررنا نرحل عن هذا الفريق فبيروح على انترناسيونال وبما أنه الموضوع من دون موافقة ساوباولو بدأت معركة قضائية وقانونية ما بين الاثنين معركة كانت ممكن تحرم أوسكار ما بين سنة أو سنتين وفعليا نجح ساوباولو بمنعه أنه يشارك في البرتادورس في النسخة التالية مع فريق انترناسيونال لكن طريقة التسجيل للاعبين البرازيليين مختلفة داخل البرازيل فكان عم بيقدر يلعب في الدوري إيجا اللاعب بدي يلعب اتعرض لإصابة موسمه الأول كله تعثر مع انترناسيونال مش كثير بيّن بالنسبة لنا في سنته الأولى مع انترناسيونال السنة الثانية كانت مختلفة كان اللاعب عم بيبيع اسمه للعالم كله نادي بحل مشكلته مع ساوباولو بتفعله 6 مليون يورو وبيقرروا يضموا بشكل رسمي فبيصير تسجيله طبيعي في كل مكان اللاعب استعاد تركيزه الهدوء حوله عاد سجل عشر أهداف بالنادي لكن كان عم بتقلق في مونوديال تحت 20 سنة في عام 2011 في شكل مذهل مع منتخب البرازيل اللي توج باللقب وفاز على البرتغال في المباراة النهائية وفي تلك المباراة أصبح أوسكر أول لاعب في تاريخ مونوديال تحت 20 سنة بيسجل هاترك في المباراة النهائية للعلم تلك النسخة البرازيلية قدمت كثير لعيبي بنعرفهم الآن دانييلو وألكساندرو اللي اتنين اللي راحوا مع بعض على بورتو كوتينيو كان موجود كاسيميرو كان موجود وأوسكر طبعا كان موجود بعد هذا التألق في المونوديال أصبح اسم معروف كبير أصبحوا أندي كثير ترقب ومورينيو في ريال مدريد بروق يشوفه مان يونايتد بيحكي عنه ميلان انتر بيحاولوا دوره على كاكة جديدة رجعوا للدور الإيطالي لحظتها كان أوسكر عم بفوق كوتينيو نجومية وطلبا في سوق الانتقالات وحتى كان مسيطر على همريك اللي هو كان هداف البطولة كان أوسكر هو التقريب المطلوب رقم واحد بالنسبة للأندي الكبرى لكن وقتها كان في نادي كبير حول هواية جمع الطوابع إلى جمع المواهب أي لاعب شاب في العالم اللي هو مستقبل أن حشتري وبعدين أتفاهم ألاعبه ولا أعيره فكان نادي تشيلسي اللي بيخلق شيء اسمه جيش المعارين أول نادي بيتحرك بعرض رسمي مقنع لإنترناسيونال وبيقدم لهم تقريبا 32 مليون يورو وبيحصر على اللاعب طبعا عمر أوسكر كان وقتها 20 سنة وتشيلسي كان عم بضم وقتها كثير شباب أسبريكويتا أعتقل 22 سنة فكتور موسيس 21 سنة والأهم من ذلك كله هازار اللي كان عمره أيضا 22 سنة طبعا سياسة جمع المواهب بيتشيلسي زي ما بنعرف جميعنا كانت ينبلش قبل وكثير لعبين كانوا عم بيجوا وما بيلعبوا لكن أوسكر من الناس اللي يلعبوا طبعا الموسم الأول كان صعب جدا على أوسكر لأنه بنعرف هو موسم بعد دور الأبطال الموسم اللي بدأ في تشيلسي وخرج من دور المجموعات لكن كل شيء تحسن لما جاء رابابا نيتلز فازوا بالدور الأوروبي وفازوا أيضا بالمركز الثالث في الدوري وبالتالي طلع الموسم بشكل جيد أوسكر عاش موسم جيد بالنسبة إله كلاعب فرد سجل 4 وصنع 7 في البريمير ليج وسجل 12 وصنع 12 في كافة البطولات وفي ذلك الموسم أوسكر خلانا كلنا نعرف فيه بسرعة لأنه من أول مباراة إله بدور الأبطال عم بيواجه يوفينتوس في لندن عم بيستلم كرة بهرب من بنوتي بيراوغ بيرلو وبسدد كرة ملتفة صاروخية في شباك يوفينتوس والحارس بوفون هدف جميل جدا فاز بجائسة أجمل هدف للشيلسي في ذلك الموسم وأعتقد أنه من أجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال وهناك أوسكر ما كان عم بواقف لأنه بعدها بكم من المباراة بيرجع أمام شختار في دور الأبطال وبسجل من مسافة 40 ياردة مستغل خروج الحارس وإبعاده الكرة معني ما تيو كان لعب أسعسي مع رافا بنتيز تغير وضعه شوي أول سبع مباريات لعب ثلاثة أساسي أربع لا ما عاد ذلك اللاعب اللي بنتيز بيلجأ له في المباريات المهمة فأجلسه احتياطي في نهاية مونديال الأندي أمام كورنبيانس وبنعرف إحنا معنى إنك تجلس في نهاي شو الرسالة النفسية اللي بتوصلك كلاعب طبعا تلك المباراة فاز فيها الفريق البرازيلي وتعتبر آخر مرة فاز فيها فريق مش أوروبي بمونديال الأندي بقي مهم مع رافا لكن لم يكن يوما اللاعب اللي أنت بتقول خلص هو الأساسي اليوم بالمواسم الثلاثة بعد ذلك كان دائما أوسكار لاعب مفيد سجل 11 سبعة ثمانية بالترتيب لكن أيضا كان عم بيعيش نفس التجربة دائما بيبدأ أساسي شوي شوي لنهاية الموسم بتحول احتياطي هالشي تقريبا صار في كل المواسم مع مورينيوم مع هيدنج مع كل الناس كان عم بيعيش نفس التجربة بيبدأ بيثبت بعدين بتراجع بيبدأ بيثبت نفسه بعدين بيتراجع بس موسم 2016-2017 كسر القاعدة بدأ الموسم بشكل بارد لاعب مش هو أوسكار اللي بنعرفه مش عطاءه مش حسمه تقريبا صنع هدف واحد بس والناس بتتسأل شو اللي بصير ما سجل وصنع هدف واحد شو اللي بصير مع أوسكار وجاءت الأخبر في 23 ديسمبر عام 2016 اللي بتخلينا نفهم شو كان عم بصير مع أوسكار خبر ما بنفهمه جميعنا مش لأنه انتشر أول مرة بالصيني بل لأنه لاعب عمره 25 سنة موهوب مطلوب لأندي أوروبية أخرى بيقرر يروح يلعب في الدور الصيني نادي شانجهاي أس اي بي جي بيعلن تعاقده مع أوسكار مقابل 70 مليون يورو يعني ضعف المبلغ اللي دفع له يا تشيلسي كان وقتا كثير برازيليين بروحوا على الصين لكن ما كان في واحد بيلعب بنادي فايز بدور الأبطال قبل أكمل سنة وفايز بالدوري قبل سنة وكل هذا وتروح وتتركه وبيدفعوا لك كويس أساسا تشيلسي لكن هنا الناس يعني دخلت في متاهة كبرى لكن بنشت توصل الأخبار راتب اللاعب 26 مليون دولار لمستوى أنه مجلة فوربس عندها صفحة عن كل لعب من لعبين كرت القدم الكبار والمشهورين ثاني معلومة ذكرتها عنه مش وين لعب وين راه بتقول لك بلقد ضاعف راتبه أربع مرات بخطوة واحدة وأصبح من أكثر اللاعبين أجرا في عالم كرت القدم عام 2016 طبعا هذه معلومة معروفة لما انتقل هناك دخل في قائمة التوبتن مباشرة من الأعلى أجرا في العالم فوربس نفسها بتشوف اللاعب من وجهة نظر راتبه والخطوة اللي عملها وضاعفة راتبه أربع مرات أوسكر خرج بعد ما شاف في حملة استهجان عن اللي عمله خرج ليوضح الأمور قال أنا فعلا كانت في أندي أوروبية مهتمي فيها يوبنتوس أتلاتيكو وميلعا التلاتة كانوا بحاول يتعاقدوا معي في تلك الفترة لكن الصين تملك من القدرات المالية ما يجعلها تقدم لك عرض لا تستطيع رفضه ثم كمل وقال عندما وقعت فكرت بمستقبل عائلتي وليس بمسيرتي وفي شيء ناس كثير ما بتعرفه عن أوسكر في كتاب انتشر عام 2014 اسمه أوسكر البرازيل أشرف عليه أوسكر بنفسه هذا الكتاب بيروي قصة أوسكر وهو طفل وبقول والده توفى وعمره ثلاث سنوات بحادث سير واضطرت أمه اتربيت ثلاث أطفال لوحدها واشتغلت خياطة شعبية يعني مش خياطة في محلات تعمل في البيت وتبيع عشان تصرف عليهم وأوسكر في ذلك الكتاب بيكشف عن نشأته فقير نتيجة ذلك نشأته في حالة قلق نتيجة غياب الأب لكن في شيء أيضا لازم ننتبه له حصل مع أوسكر بيكمل القصة في عام 2014 كان عم يرزق بطفلته الأولى اسمها جوليا وب2016 عام الرحيل كان عم يرزق بطفل ثاني اسمه كايو تعالوا نشوف الأمور من منظور أوسكر والده توفى فجأة بحد السير شو اللي بيمنع أوسكر يتوفى فجأة بحد السير خصوصا ان هو عاش التجربة عاش هذا الرعب عاش هذا القلق صار أب الآن أوسكر صار أب صار عنده طفلين طب شو أنا اللي بيمنع أنه يصير بأطفالي زي ما صار فيه لو أنا لا سمح الله صار معي شيء هذا الشيء ثاني شيء ثالث بدأ مسيرته بإهدار ركلة جزاء كادت يعني أن تحطم مسيرته تحول احتياطي فورا مع أنه ببلش مباراة أسازي وأيضا كان موجود منجيل السبعة واحد البرازيليين اللي خسروا مع ألمانيا فبقولك أنا شو بيمنع اللي بيصير فيه زي حارس البرازيل مونيال 50 بربراوسا أيضا جاءت إصابة عطلت موسمه الأول مع انترناسينا لو مشاكل قانونية كادت أن تحرمه سنة أو سنتين وكانت حتخلي مسيرته باتجاه آخر تماما إذن هو صغير شاف كل أشكال الأشياء المرعبة بكرت القدم والحياة الموت الفجأة تترك ولادك وهو صار أب جديد وشاب صغير بالأبوة فممكن بالغ بتحمل المسئولية أو بالغ برؤية الموضوع وبالظروف الرياضية شاف كل شيء إصابات مشاكل قانونية لحظات صعبة في كرت القدم طيب هذا الرجل مر بهذه التجربة فجعلته يأخذ القرار اللي حكاه فكرته بعائلتي وليس بمسيرتي طبعا فوق هذا كله كان يمر بتذبطه بمستوى فأمرات يشوف حاله بينزر مستوى بيقعد دكة وبيشوف يلعبين عم بندفعه بره من الأندية الكبيرة وأيضا بيعرف شو صار مع جرنيتشة مع رونالدينيو مع اسمه أخرى في البرازيل فالرجل صار يعني مدرك تماما إنه كرت القدم واحدة ما بتطعميك قبز كرت القدم هي عبارة عن فرصة عن وظيفة ولازم تستغل للوظيفة والفرصة بطريقتك الخاصة فهل أخذ أوسكار القرار الصحيح؟ بالنسبة إنك مشجعين كرة قدم لا وين الشغف وين لعب كرت القدم لكن ربما أوسكار ما كان يفكر الموضوع أساسا مثلنا وما بصير نطلب للناس يفكره مثلنا بس لأنه ربما أوسكار وبكل أريحية كان ما أخذ الموضوع وظيفة ومشى على استراتيجية الوظيفية اللي هو حطها بمسيرة المهنية بعقله ربما ما كان يفرح لما يفوز بلقب ربما ما كان يفرح كثير لما يفوز بمباراة مثل لعبين آخرين بيتحدوا بشخصيتهم مع شخصية النتيجة وشخصية الفريق طبعا أوسكار حكى في تصريحات أخرى عام 2021 أنا مستعد أرجع لعب في أوروبا أنا رحت هناك عشان أجمع فلوس لهذه السنوات يعني ربما هذا كان هدف أوسكار يأمن عيلته الرعب اللي عاشه بالطفولة كان هدفه ينهيه مبكرا لما يبلش يكون لعب كرة قدم خصوصا أنه خايف يعتزل ويبلش يرجع في حياة الفقر مرة تانية هو وعيلته وللعلم في النهاية مسيرته فيها 2 Premier League فيها دوري السوبر أوروبي فيها كأس قرات 2013 فيها أيضا مونيديال تحت 20 سنة وفيها كأس رابطة وفيها فضية أولمبية يعني مسيرته الكروية جيدة يعني بعد ما يعتزل حيظلوا قابل أنك تشوفوا كلاعب كرة قدم مهم في النهاية أخذ قرار نتيجة الظروف مرت فيها نتيجة منظور نظر فيه مختلف عن منظورنا لكرة القدم بالنهاية هو ما سرق ما اختلس في النهاية هو ما رح يلعب مع نادي عصابة رح يلعب مع نادي كرة قدم عادي بيدفع فلوس أكثر من الناس الفرق إنه بدوري ما حدا عم بيشوفه إلا الصينيين وده شفوك الصينيين لحالهم طبعا بيكفي بنوصل هون لنهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وبذكركم تتركونا لايك على الفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله